بسم الله الرحمن الرحيم الفردة فيه تساؤل جاني بخصوص الرسم دوا أنا هشرح ملحوظاتي عليه وإن شاء الله يبقى فيه الإفادة أول حاجة الأول في تلزيق الخط المفروض يكون في الأول قبل الخطوط وبعدين هنا لازم يكون واحدة فوق الثانية ماشي بس بادية من فوق يبقى لازم لما أخلع حابتي دي أخلع من المنطقة اللي هنا دي من أول فوق هنا عشان يبقى فيه حاجة مسكين من تحت يعني شريط الطويل ده ده كان يبقى في الأول خالص في نص الآلب وهنا فيه واحد تاني من هنا في النص وبعدين سياعا لو لزقت من فوق يبقى أخلع من فوق بعد مقسم وكده وبعدين أنا شايف إنه هو نص الآلب بس وأنا بفضل إنه نتعمل النصين ونرجع لغسم اللي احنا بنعمله أو الطريقة بيبقى أفضل لكن بقيت الخطوط دي أنا شايف إنها كويسة ده خدنا الارتفاع زي ما العمل هنا خد الارتفاع كويس معقول وده ده بوت هاف على فكرة يعني نخلي بالنا فهو سلغاية الارتفاع اللي هو المأزة العشرين لو كان رجالي أو المأزة وده 18 لو حريمي خطوط الكندبيه معقولة جدا بس ده واطي قوي إذا ده مش الكندبيه وده قدام قوي برضو ده غلط الخط ده الخط ده بيجي من إين يا جماعة؟ الخط ده بيجي من هنا من عند الحتة دي اللي هي رأس الكاميرا فرأس الكاميرا دي ممكن أعلم بلون أصفر كده أو لون يبان يعني عشان يبقى واضح أكتر بسرعة الخط ده ده المفروض بيجي من هنا أو بيوصل لغاية فين؟ هيوصل لغاية النقطة اللي هي مثلا هنا اللي هي فيها بداية علو القالب أو لو هي شايفة انها قدام شوية مفيش مشكلة أو شايفة قدام شوية خلاص يبقى الخط ده هيجي كده الأول كده من هنا مش من هنا الخط ده بيجي من هنا من عند رأس الكاميرا احنا قد نجيب مصطرة كده أو حاجة ونوصلها ما بين هنا اهي كده والأول نقطة التماس للقالب بيراج بقين على الكعب عند الكعب يبقى هي دي النقطة اللي تبقى ايه فيها رأس الكاميرا يبقى الخط ده هيجي كده وبيبقى حوالي 110-115 درجة لو حبيت أعرف الزاوية بتاعته دي حوالي 110 درجة تقريبا يعني الزاوية دي طيب هنا لما بعد ما عملت ده أنا بجيب الكندوري الكندوري بتاع الفرد أصلا بيبقى هنا أعلى حتة شوف الدوران ده ماشي ازاي ماشي كده وعدين عالي شوية لو خدت بلك هو ده ايه او تاخدوا عند نص الطول مفيش مشكلة بس نص الطول برضو مش هيجي كده هيجي هنا اهو فيبقى النقطة دي ايه اللي بخد منها خط عمودي على ده كده هو زاوية قايمة بس أنا برسم بيدي معلش عشان ايه اوضح كده زاوية قايمة دي هنا هو فيبقى هنا خط الكندوري ده خط الكندوري بتاعي اللي هو أعلى منطقة في القالب زي ما انت شايف كده اهو أعلى منطقة في القالب او نص القالب لو انا جيت من هنا كسرت الاسطنبول غايتنا هيديني النص علامة النص يبقى دي اول خط و ادي اقول اهو اما البقى انت يعني او اللي احنا عملناه هنا بقى اسم ده بقى اتنين يعني ده بقى اسمه اتنين اخدوا طول من هنا الهنا واسمه يبقى ده قد ده وبعدين باخد دي النقطة دي بوصلها بدا فكده معقول لو انا قسمت ده تلقى النص مظبوط يبقى هو ده معده خط صحيح سليم حلو قوي يبقى كده عندي الخطوط السليمة اللي قدر اعتمادها اللي هو الخط اللي احنا عملناه ده كده وبعدين هتلقى لغاية هنا وده كده طيب حتت بقى التلبيس اللي احنا قلنا عليها اولا انا عايز ابقى اخد نصين بعد كده عشان لو هنا القلب انا شايف له عرض شوية غير ناحية جوه فيبقى المفضل انا بعمل النص ده واعمل النص التاني وارجع للرسم بتاع القميس عشان يطلق مظبوط طيب نيجي انا خط ده من هنا لغاية النص اللي هو ده يعني لو كان منها يبقى كده مفيش مشكلة اهو تقريبا انا مشتغل بمغاليش نغير مستغل بس بوضع طيب دي بقى المسافة دي اللي احنا قلنا عليها اللي هنا هي اللي انا عايزها تلبس طيب الرسم ده السؤال بقى الرسم ده حلو مش واقش وكل حاجة بس ده عشان يلبس يبقى الخامة اللي حطيتها هنا ايلاستيك يعني بحيث ان ده يفتح عشان الشوية دون الرجل تنزل لان لو دون مقفولين وما بتتحركش ده لا لازم افتحهم ليه لان المسافة دي مش هتدخل الرجل اللي شوية دون لو هي الخامة ناشفة وكده مش هتدخل الرجل لازم ده يكون فيه الاستيك اللي بتقامل دوقتي الشراب بيغطي كده ويغطي كده ويغطي اكتر بس الخامة بتدي عشان الرجل تخش فالصنبا كده بالرسم اللي هو معمول يشتغل ولكن محتاج ان انا يكون الخامة هنا هوق بتدي عشان ترفع شوية توسع لي المسافة اللي رجل هتدخل منها ده بالنسبة للتصميم ده والقالب وجاني فيه تساؤل فعشان كان انا بوضحه لانه ممكن يقابل حد تاني وبدي ملحوظات عليه شكرا لكم وان شاء الله يكون ايه يعني كان مفيد ان شاء الله شكرا جزيلا